الاتحاد والأهلي دعونا نبدأ معك أبو تركي الأهلي يبحث أن يثبت نصف المركز الثالث الاتحاد دخل في منطقة الخطر بينه وبين الفتح نقطة واحدة لو خسر وانتصر الفتح في الجولة ما بعد القادمة هيصير في المركز الرابع عشر في تباين كبير شوف الفريقين ينطبق عليهم المثل المصري اللي يقول لا تعيرني ولا عيرك الهم طايلني وطايلك ما تعيرنيش ولا عيرك الهم طايلني وطايلك ظروف متشابهة مع أفضلية للفريق الأهلاوي كنتائج وك يعني في سلم الترتيب لكن كعمل إداري من الداخل الفريقين كلهم حوسة لخبطة شخبطة أوكي يمكن نقدر نقول أنه الاتحاد أسترح أبو أبو تركي أنا أخليتك بس للجزء أخي بس شتان ترى تتكلم عن أهلي مركز ثالث ما قلت شيء ما قلت لك قلت لك أنا أتكلم عن العمل عن العمل وعن النتائج يعني برضو الأهلي مركز ثالث لكنه هل هو مرشح أن ينافس الهلال أبدا الجمهور الأهلاوي يتعود أن يكون فريقه بطل الأهلي هو من يعني تسمى وتوشح طوال العوام الماضية بقلعة الكؤوس وقالوها الزمناء في التقرير وهذه يعني هذه ماركة مسجلة باسمهم اليوم هل طموح الأهلي أن يكون يدخل البطولة الآسيوية في النسخة ما بعد المقبلة أبدا يا تركي طموح الأهلي دائما وطموح الاتحاد أن يبقون في دائرة الضوء كمنافسين على البطولات تماما كما هو الاتحاد عندما بقي عشر سنوات إما بطل وأما وصيف وهو المنافس الأول في يوم من الأيام للبطل الدائم والزعيم الدائم اللي هو الهلال اللي هو رقم ثابت في الكرة السعودية ما أبغى أبعد عن ديربي الأهلي والاتحاد أبغى أقول ظروف متشابهة من ناحية العمل الإداري من ناحية تسرب اللاعبين من ناحية الفشل في الصفقات المحلية والأجنبية يعني اليوم أنا الأهلي بوضعية هذه أخسر لاعب كبير ومهم بحجم فتح عبد العسيري لا معناته عندي مشكلة وكاد أن كاد كاد ترى كان قريب قاب قوسين أو أدنى أن يخسر سلمان المؤشر اليوم أعلنوا التجديد الرسمي معه ربما نقول أن الاتحاد ينتشي نوعا ما بعودة فهد المولد لكن الكلام الآخر إذا قلنا أن اللاعبين شفنا لعبين النصر في مباراة الهلال هم نجوم لكنهم وكأنهم معتزلين لأن الابتعاد والتوقف أثر عليهم ففهد المولد لا تنسى أنه كان موقوف في المنشطات وإلى الآن عاعد هل سيعود إلى حساسية الكرة جو المباراة وتعود برقاء ديربي أمام الأهلي فرصة تاريخية وأنا شخصيا أتمنى أنه لا يكون يفكر فيها وأن يكون عاطفي أمامه فرصة تاريخية أن يجعل منافسه الوحيد أوكي قريب من قاعد درجة الأولى أوكي وبالتالي يتسيد هو الوجود وحده في عروس البحر في جدة توقع اشتقون البعض ما لهم غنات ما يا ابن الحلال المنافس عطني منافس إجمالا أنا أبغى أقول أنا شخصيا لا أتمنى أن يكون الاتحاد بهذا الوضع أتمنى أن يبقى الاتحاد في دائرة الضوء دائما أتمنى أن يكون منافس هو وغيره من الأندية لكن إحنا اليوم أمام واقع أبختم فيها أمام واقع الاتحاد فريق كبير لكنه الآن فريق صغير جدا 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 بنتائجه تحني أن تتكلم أيوة فريق صغير بنتائجه بنتائجه أنا أقول لك فريق كبير بتاريخه صغير جدا بنتائجه وعمله الإداري الآن وأيضا يعني خليني أقول للموسم الثاني على التوالي الاتحاد ينافس على الهبوط هذا الاتحاد يا ساكر ننكد بنتائجه متواضعة ولكن يظل الاتحاد العملاق الكبير طيحني ترهم مصر ساخنين عليه إلا كل أنديتنا أنا بس عشان أكد أكد كلامك أنا أتفق معك يظل تظل كل أنديتنا كيانات كبيرة علاقة بتاريخها بما فيهم أكيد الاتحاد أبو تركي فقط يتحدث عن الجانب الفني أو الحال الفني الذي يتعرض سنتين يصر على الهبوط سنتين يرجع إن شاء الله للاتحاد إن شاء الله يا رب